مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن موسى عليه السلام لما خرج من مدينة وذهب ولقي ربه وجاءته النبوة والرسالة وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الاصطفاء والاختيار والاجتباء أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون ليبلغه الدعوة وليقيم عليه الحجة وليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالقول اللين وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تبارك وتعالى مناظرة كانت بين موسى وفرعون كانت هذه مناظرة في أول ما التقى موسى بفرعون وفي أول لقاء وجولة بينهما قال الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون كان موسى عليه السلام يخاف بأس فرعون وبطشه وكان فرعون رجلا جبارا عنيدا وحسبك برجل يقول أنا ربكم الأعلى وحسبك برجل تسول له نفسه أن يذبح الأطفال وأن يقتل الصبيان وأن يقطع هذا النسل أو أن يريد أن يقطع نسل بني إسرائيل هذا أمر يدل على أن هذا الرجل جبار عنيد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد وهو الذي توعذ السحرة لما آمنوا بموسى قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وقال أيضا ثم لأصلبنكم أجمعين وقال فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فالرجل كان جبارا عنيدا وكان قاصيا غليظ القلب وكان رجلا لا تعرف الرحمة إلى قلبه طريقة ولهذا قال موسى ويضيق صدري يضيق صدري من الخوف ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون لا ينطلق لسانه لأن موسى عليه السلام كما ذكرنا قبل ذلك لما وضع له فرعون اللؤلؤتين والجمرتين يختبر هل هو فعلا الذي سيزول ملكه على يده أم أنه غلام لا يكاد يميز ولا يكاد يبين فلما أخذ موسى الجمرتين تأكد فرعون وتيقن أن هذا الغلام لن يضره ولن يكون هو الغلام الذي يخاف خروجه والذي يحذر ظهوره بين الناس ومن هنا قال موسى عليه السلام ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وكان هارون أفصح من موسى عليه السلام فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فجاء موسى ومعه هارون وكان موسى عليه السلام يخاف أن يقف وحده أمام فرعون فآنس الله تعالى وحشته وأزال غربته بأخيه هارون عليه السلام فلما بدأ يدعواني هذا الرجل فرعون وقال الله لهما اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي معكما بالنصر والظفر والتأييد والحماية والصيانة والمنع وهذه معية خاصة من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين لما جاء موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون ودعوى فرعون وقال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى ودعواه وبدأ السجال وبدأت المناظرة وبدأ الكلام قيل إن موسى عليه السلام وقف على قصر فرعون مدة عامين يأتي كل يوم وفرعون لا يجيب يقول إنه مجنون إنه ليس بعاقل إنه كذا وكذا وقيل إنه في الليلة التي نزل فيها مصر أخذ هارون معه وذهب إلى قصر فرعون فأدخله فرعون في هذه الليلة باعتبار أن هذا القصر كان قصرا مهيبا وكان الناس لا يقتربون منه ولا يستطيع أحد أن يدنو من بابه خشية بأس وسطوة فرعون لعنه الله ثم لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يبلغ هذه الدعوة ورسالة وأن يحاول أن ينقذ أهل مصر وبني إسرائيل من هذا الرجل الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون إلى أن قال وأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين بدأت هنا أول خطوة فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل بدأت المناظرة لما ذهب موسى وقال يا فرعون أرسل معي بني إسرائيل يعني خل بني إسرائيل دعهم اترك هؤلاء القوم إنك تذبح الأطفال وتستحي النساء وتقتل الشيوخ وتفعل بهم الأفاعيل أرسل معي بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ألم تتربى في هذا القصر وكنا أصحاب نعمة عليك وإحسان إليك ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني فعلت فعلتك أي قتلت القبط وأنت من الكافرين يعني أنت كافر النعمة الذين تركوا هذه النعمة لما أحسن إليهم بل تجرأ وقتل رجلا من أهلنا أو من قومنا أي يقصد القبطي فقال موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين يعني قبل أن تأتي أنا الرسالة قبل النبوة أو كنت لا أعلم هذا الأمر وبالفعل كان موسى لا يقصد أن يقع في هذه القتلة التي قتل بها الرجل القبطي قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ربما الجاهلين أو لا أعلم أو لا أقصد أو نحو ذلك قال فعلتها إذن وأنا من الضالين فقال فدعاه موسى عليه السلام إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وقال له موسى هو يعترف بالنعمة قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني أنت صاحب نعمة علي لكننا لو وضعنا هذه النعمة في كفة وتسخيرك وتعبيدك لبني إسرائيل وأذاك واضطهادك لهؤلاء في كفة أخرى لكان إحسانك إلي شيئا غير مذكور ولكان هذا الإحسان نسيا منسيا أو شيئا غير ذي بال ولا ذي قيمة لأن فرعون مكث مدة طويلة ربما تصل إلى مئات السنين وهو يقتل بني إسرائيل ويسفك دماءهم ويستحي نساءهم ويستضعفهم ويجعلهم أمما وشيعا ويفرق بينهم ويفعل ما قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه فإذن موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ذهبت إلى مدين فوهب لي ربي حكما أي النبوة وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين يعني كأن موسى عليه السلام قال إني أدعوك إلى أن تعبد الله رب العالمين وكان فرعون يدعي أنه الإله وأنه الصانع والخالق وأنه الرب الأعلى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال فرعون وما رب العالمين قال أي موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هذا الذي خلق العالم العلو والسفلي خلق السماوات والأرضين خلق الخلاق كلها رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون هو يهزأ بموسى ويتهكم ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين يعني قال برب غيري وعبد ربا غيري وهو يدعوكم إلى رب غيري قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يتهم موسى بالجنون وهذا شأن الأمم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال الله تعالى أتواصل به بل هم قوم طاغون يعني هؤلاء لم يتواصل لأن هذه الأمم لم يدرك بعضها بعضا وإذا ذهبت الأمة جاءت أمة بعدها فلماذا إذن تشابهت أقوالهم وأعمالهم لماذا تشابهت قلوبهم قال لأنهم قوم كانوا على نهج واحد وعمل واحد وهو الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أتواصل به بل هم قوم طاغون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله أي فرعون ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون يعني يريد موسى عليه السلام أن يقول إن الله تعالى هو الذي يملك المشرق والمغرب فيقول للشمس اخرجي من هنا ويقول للشمس اغربي من هنا يقول للشمس اطلعي من هنا اغربي من هنا يأمر هذه الكواكب السيارات وهذه الكواكب أيضا الثوابت يأمر الجميع بأن يأتمر بأمره وأن يكون له سمعا وطوعا ولهذا لما قال للسماوات والأرض ائتي طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات إلى آخر الآيات فهنا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فقال أولو جئتك بشيء مبين يعني أنا لو أتيتك بآية أو أتيتك ببرهان أو بآية قاهرة أو معجزة ظاهرة أو ببينة باهرة هل تقبل وتصدق وتتبعني قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين هاتان الآيتان اللتان ذكرناهما قبل ذلك كانت مع موسى عليه السلام آية العصى إذا ألقاها أصبحت حية كبيرة تمشي وتسعى وتبتلع كل ما بين يديها وأعطاه أيضا أن يدخل يده في جيبه هكذا فتصبح هذه اليد يعني بيضاء من غير سوء يعني سليمة بيضاء بغير برس ولا بغير مرض وإنما معافاة سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى فقال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فحينها فرعون لما وجد هذه الآيات قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون يعني فرعون لعناه الله الذي لا يقبل المشورة ولا يأخذ المشورة ولا يستشير أحدا ولا يأتمر بأمر أحد في هذه المرة يقول فماذا تأمرون كأنه يغريهم ويغر صدورهم ويهيج نفوسهم على الإقاع بالأذى أو إقاع الأذى بموسى عليه السلام فهنا بدأ السجال يدخل مرحلة جديدة وهنا انقطعت حجة فرعون لما ظهرت الآيات ولما وضحت المعجزات وسيأتي بعد ذلك ما يكون بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون ثم تكون الكرة لموسى والهزيمة من شأن فرعون ومن معه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها